يجمع الخبراء اقتصاديون والسياسيون أن سيطرة المقاومة الوطنية على منطقة الساحل الغربي من باب المندب إلى الخوخة مرورا بمدينة المخى وتأمينها أفشل مشروع تركيا وقطر وإيران في السعي إلى الشرق الأوسط الجديد وأكدوا أن تأمين قوات المقاومة الوطنية لأهم الممرات الملاحية الدولية أضعف نفوذ إيران مع الحوثيين وأفشل أجندتهم الهادفة إلى تأجيج الصراع ونقله إلى المستوى الدولي ورفع أسعار الطاقة العالمية والبضائع والإضرار بمصالح العالم الاقتصادية والأمنية وزعزعة أمن ممرات التجارة الدولية تأتي أهميات مذيق باب المندب من أنه تمر منه غالبية الصادرات من الخليج وتددفق عبره نحو أربعة ملايين وثمانمائة ألف برميل من النفط الخامي يوميا والمنتجات البترورية المكررة صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وكانت ميليشيات الحوثي قد سيطرت على منطقة الساحل الغربي المشاطئة للبحر الأحمر ومذيق باب المندب أواخر 2014 وضيعة فيها بطاريات الصواريخ الساحلية اليمنية التي دمجتها وحدثتها بدعم من إيران ما أعطى طهران أهمية متزايدة في المنطقة منذ عام 2015 ميلادية هجمت ميليشيات الحوثي سفن الشحن بالصواريخ المضادة للسفن التي كانت موجودة في الترسنة اليمنية ونشرت الألغام البحرية في الممر الملاحي الدولي على طول الساحل الغربي وبعد تحرير باب المندب والمخى والخوخة حولت ميليشيات الحوثي منصات هجماتها على الممر الملاحي الدولي إلى ميناء الحديدة ويعتبر خبراء دوليون هزيمة ميليشيات الحوثي الإيرانية وتردها من مساحة واسعة للشريط الساحلي لخليج عدن والبحر الأحمر الممتد من عدن مرورا بمذيق باب المندب والمخى إلى الحديدة وتأمين هذا الجزء انتصارا استراتيجيا للملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر والمصالح الغربية والأمريكية الأوروبية اشتركوا في القناة